السلام عليكم روحوا سألو في امبابا دياب يكشف تفاصيل معاناته مع الفقر مكنة شرقاءكل قال الفنان والمطرب محمد دياب انه عانى من الفقر والعوز خلال في بداية حياته مضيفا لم تكن تتوفر لدى اساسيات الحياة واضاف دياب خلال استضافته في برنامج نعي المسرح مع الاعلاميات من عبدالوهاب المذاع عبر فضائية الحياة العوز والفقر دياب كان اكتر حاجة بتضايقني عايزه اقتله دوقت امر مرة اني ابقى محتاج اكل ومشتاق اكل او بردان ومعنى ديش جاكي تدفيني الحاجات دياب كانت مضيقاني جدا واوضح ان تصرحه بمعاناته مع الفقر والعوز ليس من باب استعطاف الجمهور ولكنها الحقيقة معقبة مش بكدب بطاقة على امبابا رويحوا سألوا الناس في امبابا وهي تقولكم واشار دياب الى ان اول عمل متهنه كان الغناء وهو في سن الخامسة عشر متابعة كان فرح في امباب الشارع واخدت خمسة واربعين جنيهن جبت بيهم اكل كلهم وكلت انا واصحابي كانت سعادة غامرة وتابع الخمسة واربعين جنيهن كانوا رقم مكنة شمسكته قبل كذا كنت بقعد احوش فيه سنة عشان اقدر اشتري جزمة وها هنا قد وصلنا الى نهاية الفيديو ارجو ان يكون قد نال اعجابكم